مصر الكبير هيكون هرم مصر الرابع يضاف إلى الأرهامات الثلاثة وبضيفة على كلام حضرتك أنه هيكون عبور التاني اللي بتكون به القوات المسلحة متمثلة في الهندسية لبوابة حضرية ثقافية للعالم كله إن شاء الله هيكون أكبر حدث ثقافي في القرن الواحد وعشرين اللي هي بتقدمه مصر هدية للعالم كله هو المتحف المصري الكبير الحمد لله الأعمال بتتم بشكل أكثر من ممتاز عملية نقل الأثار والترميم عملية الإنشاءات الهندسية تجهيز قعات العرض لاستقبال الأثار كله بيجري على قدم الوساق نسبة الأعمال الهندسية والإنشائية وصلت ما يتقارب من حوالي 96% بعد أن كانت 17% حد 2016 ما كنت لسه أسأل حضرتك من سنة كامل التفرة اللي حصلت التفرة اللي حصلت من 2016 عندما تمملت الهيئة الهندسية الإشراف على مشروع المتحف المصري الكبير قفزت الإنشاءات من 17% إلى 96% بتشتباط لقاعات العرض الواجهات كل الأعمال اللي بتتم بتتم بشكل أكثر من ممتاز بالنسبة طبعاً لعملية نقل الأثار بتتم طبقاً للجدول الزمنة اللي هو موضوع الحمد لله وصلنا لما يكره من حوالي 49 ألف قطعة أسرية 49 ألف وتسعمائة قطعة أسرية موجودين ده من إجمالي كامل المصرود يبقى موجود في الموضوع؟ أو الموجود طبعاً إحنا بننقل طبقاً لسيناريو العرض اللي موضوع لكل قاعات العرض اللي ما وجودها في المتحف المصر الكبير المتحف المصر الكبير في البهو العظيم فيه الدرج العظيم فيه أربع قاعات رأسية للعرض فيه مجموعة الملك تتعان خامون داخل قاعة مستقلة 7700 متر مربع وأقول لحضرتك أن دي أول مرة هيتم عرض المجموعة كاملة داخل المتحف المصري الكبير عملية نقل الأثار بسينا الغدل قتيت 49 ألف قطعة وتسعمائة 49 ألف قطعة وتسعمائة موجودين داخل مركز الترميم وده واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوى العياة